انتهت المهام القتالية لقوات التحالف الدولي في العراق بشكل رسمي وفق ما أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي هذا الإعلان يأتي بعد الجولة الأخيرة من الحوار مع التحالف الدولي على أن تستمر العلاقة معه في مجال التدريب والاستشارة والتمكين وسبق هذا الإعلان تهديد ميليشيات شعية بمعركة كبرى في حال عدم انسحاب القوات الأمريكية في 31 من ديسمبر الحالي ماذا ينتظر العراق بعد انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي؟ ضيفنا من بغداد الليلة الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريف دكتور أحمد أهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي رسميا في العراق ما الذي يعنيه بالنسبة للداخل العراقي أمنيا وسياسيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم بالحقيقة تناول مفردة الانسحاب هي لا تنطبق على مجريات الأحداث التي تجري في عملية ممكن أن نصفها بعملية ترشيق وجود للقطعات الأمريكية لسببين أساسيين الأول هو انحسار العمليات العسكرية ما يعني انتفاء الحاجة للوفرة العددية لقوات التحالف الدولي أو الولايات المتحدة فضلا عن تنامي القدرات لقطعاتنا الوطنية الضامنة للقيام بعمليات استفاقية ومسك الأرض دون الحاجة إلى نشر قطعات برية وبالتالي العملية من حيث التقييم تعبويا هي عملية ترشيق لوجود القوات الأمريكية وربما ينصرف ذهن الرأي العام الذي يتلقى الأحداث وكأن العراق سيدخل في قطيعة وأن الولايات المتحدة ستسحب كليا هذا الأمر غير صحيح الولايات المتحدة باقية في قاعدتين أساسياتين هي قاعدة عين الأسد وقاعدة حرير والتي بموجبها تنفذ استراتيجية الولايات المتحدة فيما يتعلق بأمينها القومي وأعني بها ضمن حماية الحلفاء وضمان أمن الطاقة فضلا عن أننا نرتبط مع الولايات المتحدة في مسألتين لابد أن نشير ألها أن الولايات المتحدة ما جاءت إلى العراق إلا تحت مظلة القانون الدولي وقرارات من مجلس الأمن وبالتالي كان هناك تقييم للجنة أركان هذه اللجنة أركان موجودة في الأمم المتحدة وتتعامل مباشرة مع مجلس الأمن هذه اللجنة الأركان هي تمثل رئاسة الأركان للدول الخمس دامة العضوية والتي هي من تقيم وتقدر الموقف في هذه الدولة أو تلك أنها لم تعد تمثل تهديدا للأمن والسلم الدولي فلذلك قرار الإنسحاب هو قرارا أمميا وبإرادة مجلس الأمن أما بالنسبة للشأن العراق فيستأنس برأي البرلمان ورأي الحكومة العراقية ولكن كلمة الفصل هي لمجلس الأمن مسألة ثانية أن العراق يرتبط مع الولايات المتحدة باتفاقية إطار استراتيجية واتفاقية أمنية والولايات المتحدة التزمت باتفاقية ثنائية بين العراق وبين الولايات المتحدة في حماية لظامه السياسي من أي تهديد سواء كان داخليا أو خارجيا ما يستلزم بقاء قوات ضامنة لتنفيذ هذا البند وهو ملزم حتى للولايات المتحدة على اعتبار أن هذه الاتفاقية تم تدوينها في الجمعية العامة للأمم المتحدة وباتت ملزمة لكل الأطرفين هو الاتفاق دكتور أحمد نعم هي باقية كما ذكرت لنا والاتفاق تم خلال الحوار الماضي وأنتج اتفاق على استمرار العلاقة وكما ذكرنا في بداية هذا الملف العلاقة ستكون لربما مرتبطة بالتدريب بالاستشارة أود أن أسأل في هذا الإطار بماذا سيختلف ذلك عن المهام الحالية اللي يقوم بها هؤلاء في الداخل الأمريكي نحن نعلم أنه تم تقليص عدد القوات بالعام 2020 إلى 3000 عسكري وذلك حصل في سبتمبر الماضي إن لم أكن مخطئة وبالتالي ما الذي سيختلف الآن مع بداية هذه المرحلة الجديدة هذه العلاقة الجديدة مع الجانب الأمريكي بالتحديد نعم بالحقيقة سيكون هناك خط شروع لأن الولايات المتحدة اعتمدت في فلسفة إدارة سياستها الخارجية منذ عهد الرئيس ترامب إلى مسألتين أساسياتين هي مسألة الترشيق وترشيد الترشيق للوجود الأمريكي في عموم منطقة الشرق الأوسط وترشيد الإنفاق لأنها تتعامل وفق مبدأ الجيوش الذكية والجيوش الذكية حينما تنتشر تكون باحظة الكلفة ابتداء من القدرات التسليحية وانتهاء بالدعم اللوجستي والقدمات الإدارية وبالتالي هي ترشق الوجود العسكري وترشيد بالإنفاق وتعتمد على الحلفاء المحليين على سبيل المثال في العراق هناك انحسار بالحقيقة للضد النوعي في المنتظم السياسي الذي لا يؤيد الوجود الأمريكي ونحن لاحظ الآن كثير من الجهات التي هي موالية لإيران عانت من انتكاسة كبيرة جدا في الالتخابات والآن الذي يتقدم هو المشروع المعتدل والمشروع الوطني الذي يدعو إلى الفتاح إقليبيا وإلى التعامل مع الإرادة الدولية وبالتالي هي ترسب خط شروع جديد للتعامل مع العراق وفق أسس جديدة ربما تكون من ملامحة قضية التنمية المستدامة قضية دفع الحلفاء والشركاء للولايات المتحدة في الدخول إلى العراق كاستثمار في البناء والإعمار لكن دكتور أحمد بالوقت اللي نتحدث فيه عن التنمية وإعادة الإعمار تركيز على البعد العسكري هذه هي النقطة الأبرز اليوم هناك ما يعتبر أنه خروج هذا العدد من القوات سيترك لربما تهديدات أمنية أكبر على الداخل العراقي لا يمكن للقوات الأمنية العراقية أن تقوم بملء الفراغ في هذا الإطار هنا أيضا تساؤل كبير هل القوات العراقية الأمنية قادرة لربما أن تلعب هذا الدور ونحن نعلم ونتابع التطورات خلال الأيام الماضية تعود بشكل كبير على ما يبدو التهديدات الأمنية إلى الداخل العراقي بغض النظر من وراءها نعم بالحقيقة لن تترك صغرة لسببين أساسيين الأول أن الولايات المتحدة استبدلت القوى المنسحبة التي قوامها بحدود 2050 إلى 3000 مقاتل بألفين من الفرقة المجوقة المية واحد وكل عسكري محترف بروفيشنال يعرف مدى مكامل القوة هذه تقريبا أقوى فرقة بالعالم بما تمتلك من دعم لوجستي وتمتلك من مهارات قتالية وإمكانيات وقدرات قتالية عالية أنها قادرة وهذه القوات هذه الفرقة على أن تنفذ مهام في أي رقعة من الأرض بوقت لا يتجاوز لـ 18 ساعة فضلا عن أنها بكل ألف كيلومتر تنفذ مهام قتالية بفترة لا تتجاوز الستة ساعات وهي تمتلك طائرات الـ MV22 هي أسرع طائرة في العالم للقوات الخاصة بمعنى القوات المرنة فهي استبدلت القوات الثابتة بالرهال على القوات الجوالة والقوات الجوالة متواجدة في عموم المنطقة ولكن هناك تقديري أن الرهال القادم وليس رهالا عسكريا ستكون هناك تسوية حتى في التلكؤ وتعثر الاتفاق النووي في فيينا الحوار مع إيران لن يصل إلى مستوى التصعيد إدراك من الجميع أن لا إيران ولا الولايات المتحدة تتبلغ خيار الحرب وبالتالي جرى هذا الترشيق على أساس معطيات على الميدان وفي تقديري أن الجولة التي قام بها سمو ولي العهد السعودي ستقلب المعادلة في العراق في قادم الأيام مع تشكيل نهجا وطنيا جديدا ستتكامل فيه المكولات وعلي بها كل من السنة والشيعة والكرد في برنامجين سيكون أكثر انفتاحا وأكثر حيوية في تقديم الخدمات للعراق ما يشجع دول الجوار هل تتوقف في كل ذلك دكتور أحمد التهديدات في الدخول بقوة تماما تهديدات الميليشيات الشاعية التي لم تتوقف يوما وأخيرها التهديد في حال عدم خروج جميع القوات الأجنبية جميع القوات الأمريكية بالتحديد بال31 من ديسمبر هل ينتهي هذا المسلسل اللي تبعناه مطولا وكان فيه اتهامات مباشرة للقوات الأمريكية في الكثير من الاستهدافات في الداخل على رأسها أيضا الاغتيالات اللي حصلت مؤخرا هل ينتهي هذا المسلسل نعم في تقدير تشكلت حكومة أغلبية وطنية بعيدة عن المحاصصة وفعلت دور المؤسسة الأمنية والعسكرية وإعطائها فصحة لأداء دورها الوظيفي أنا ذاك لن تكون هناك قوة متمردة على السياسة العليا للدولة العراقية وما تتبناها الحكومة نحن نفتقر إلى حكومة قوية قادرة على فرض الإرادة إن تحققت عبر حكومة الأغلبية هذه الحكومة وأصبحت مؤسساتنا الأمنية والعسكرية بحصانة وبقدرة قتالية وبإرادة سياسية حرة يعني ذاك لن تكون هناك أي جهة تتمرد على الثوابت الوطنية والمسلح العليا للعراق التي تقتضي الانفتاح أقليميا ودوليا وبالحقيقة الجميع مستبشر خير في المرحلة القادمة لأنها ستكون مرحلة تكامل وطني تتكامل فيها الهويات الفرعية ولا تتصارع واليوم أحلى بالحقيقة الرأي العام الشيعي مسرور جدا بوحدة الموقف السني إدراكا منهم أن الأخوة السنة سيشكلون عامودا يستند عليه ويرتكز عليه حتى الشيعة من أجل وحدة الموقف لبناء وطن مزدهر آمن مستقر على أمل أن نكون قريبا أمام هذه الحكومة الجديدة شكرا جزيلا لضيفنا من بغداد الخبير العسكري والاستراتيجي نكتر أحمد الشريف على المشاركة معنا الليلة